الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد يقول الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا يمدح الله سبحانه وتعالى أهل التوحيد لله جل وعلا والذين هم محسنون أي متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلم يوحد الله سبحانه وتعالى لكي ينال هذا المدح من الله سبحانه وتعالى فتوحيد الله سبحانه وتعالى له من الفضل العظيم فهو سبب الهداية في الدنيا وسبب للأمن من عذاب الله يوم القيامة كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وسبب للأمن في الدنيا والنصر على الأعداء كما قال تعالى وعاد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فالمسلم يعلم أهمية هذا التوحيد ولذلك لا يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا كما هو حاصل اليوم من أولياء يعبدون مع الله سبحانه وتعالى وقبور تصرف لها أنواع العبادات مع الله سبحانه وتعالى وهذا كله من الشرك فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ولا يدخل الإنسان الجنة إلا بالتوحيد كما قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لغيه يشرك به شيئا دخل النار وقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندى من مات وهو يدعو من دون الله ندى دخل النار ودا كثيرا ليلة ناس يجعل لله سبحانه وتعالى الأندات يدعون الشيوخ كما يدعى الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وسمى الله سبحانه وتعالى دعاء دعاء غير الله شركا كما قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمر إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فسمى الله دعاء غير الله كفرا وأخبر شركا في هذه الآية وأخبر أيضا أنه من الكفر بالله قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فسمى من دعاء غيره كافرا وسمى الله دعاء غيره ردة كما قال قل أن ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدان الله فسماه ردة ونرد على عقابنا فهذا مما يخالف دين الإسلام الناس الليلة يقول لك بناديهم بناديهم ذي ما يقول البرعي بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم حيين بناديهم ميتين بناديهم وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى والله ينهك أن تدعو غيره وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا والتوحيد سبب عظيم من أسباب وأعظم الأسباب من أسباب المغفرة الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال عرض علي جبريل فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن سرق وإن زنى قال نعم قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم وإن شرب الخمر ولكن هذا للموحد لله سبحانه وتعالى مش يعتقد في غير الله سبحانه وتعالى يدعوهم كما يدعى الله وهذا من الضلال ومن حال أهل الكفر الذي أخبر الله عنهم أنهم لا يرضون أن يدعى الله سبحانه وتعالى وحده كما أخبر عنهم في النار إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَا لَمَغْطُوا اللَّهِ أَكْبَرُوا مِمْ مَغْطِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَا إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاحترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمن فالحكم لله العلي الكبير إذا قلت لهم أمسكوا فيها الله براو خلوا الكباشي ما عنده حاجة وخلوا البرعي وصايم ديمه ما يرضو وكما أخبر الله سبحانه وتعالى قال وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا وكما قال وإذا ذكر الله وحده ما أذت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون فهذا التوحيد الإنسان يستمسك به لأن به مغفرة الذنوب كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذ أن في مشهد من مشاهد يوم القيامة قال يصاح برجل من أمة يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلا من السيئات فيقول الله للعبد ألك عذر أو حسنة أظلمك كتبت يا الحافظون أتنكر من هذا شيئا فيقول العبد لا يا رب ينفي ذلك فيقول الله بلى إن لديك اليوم عندنا حسنة وإنه لا ظلم اليوم فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع هذه في كفة وسيئاته في كفة فتطيش تلك السجلات فهو سبب لمغفرة الذنوب لذلك الإنسان يستمسك بتوحيد الله جل وعلا الذي هو حقه الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فمن وحد الله سبحانه وتعالى ينجو من عذاب الله ومن وقع في الشرك وقع في ذنب لا يغفره الله سبحانه وتعالى زي ما الليلة الصوفية يقعون في الشرك ليلة نهر يتوكلون على غير الله ويجبوه لك في الإزاعات والتلفزيون يقول لك كباشي المتوكل لأمر يكل الكباشي والله يأمرك أن تتوكل عليه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ويقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه الله سبحانه وتعالى بيكفيك لكن الصوفية يقول لك لا لا تتوكل على غير الله سبحانه وتعالى يمشوا للقبور يعتمدون عليهم في جلب المنافع ودفع المضار ولا يملك ذلك إلا الله الذي يملك النفع والضر وحده قال تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخستم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قال تعالى قل من ذا الذي يحصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصرا قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده إن أراد الله بك سوء ما يستطيع أحد من البشر إنه يدفع عنك هذا الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت ألا ينفعك بشيء لينفعك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا ألا يضرك بشيء لين يضرك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأغلام وجفت الصحف الناس الليلة الصوفية بيعتقدوا في الأول يبتعنهم إنهم بينفعوا يضروا مع الله سبحانه وتعالى ويخافوا منهم يقول لك ما تتكلم في الناس زيل والناس زيل بينفخوك وبيضرك وبيبتلوك وكل ذلك من الكفر بالله سبحانه وتعالى وعندهم من العقائد الكفرية ما هو أشد من كفر المشركين الأوائل زي ما في واحد اسمه محمد المنتصر يقول غير الله سبحانه وتعالى يخلق والله جل وعلا يخبر أنه الخالق وحده لا شريك له كما قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ويتحدى أن يخلق غيره شيئا ولو كان أصغر المخلوقات الذباب يا أيها الناس ضرب مسل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ما أعظم الله سبحانه وتعالى حق التعظيم بأن جعلوا له الأندات من البشر يعبدونهم كما يعبد الله سبحانه وتعالى فهذا التوحيد حق لله سبحانه وتعالى أذى والله لم أحكم وفتأ الفرصة الشيخ مهديم ترجمة نانسي قنقر